السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيكم الله أيها الإخوة والأخوات فيديو بعنوان ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار في وقت الصحر فعطونا لايك وعطونا اشتراك إخواني ويرلم بدأ إخواني وأخواتي النبي صلى الله عليه وسلم بشر المؤمن والمؤمنة الذين يستغفرون الله عز وجل كثيرا بشرهم بالخير الكثير لقوله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا يعني يوم القيامة اطلع على كتابه على صحيفته فوجد فيها استغفارا كثيرا ومع أن الاستغفار أيها الإخوة والأخوات هو أمر محمود في كل الأوقات سواء في اليوم أو الليل فإن الله عز وجل مدح من يفعل ذلك في آخر جزء من الليل وهو وقت الصحر فقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة قال الصابرين والسادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأصحر وقال كذلك عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون هذا الوقت أيها الإخوة والأخوات وقت الصحر هو وقت شريف للغاية يكفيه شرفا أن الله عز وجل ينزل فيه إلى السماء الدنيا كما روى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ولهذا كان من سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله كثيرا في هذا الوقت كما روى ذلك الترمذي رحمه الله تعالى وعن عمر بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن فيا إخواني ويا أخواتي لابد أن نحرس على العبادة في هذه الأوقات العظيمة ولنكن أولئك الذين يستجيبون لله عز وجل حين ينادي قائلا سبحانه وتعالى من يستغفرني فأغفر له نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المستغفرين التائبين الذين يقول الله عز وجل لهم قد قبلت استغفاركم وقبلت دعاءكم أنشر تؤجر فإن الدال على الخير كفاعله وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد السلام عليكم